موسيقى قالت الرئاسة الروسية الكريملين أن إمداد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لن يمنع موسكو من تحقيق أهدافها وتعمل كريملين نيتو بأن بنيته التحتية العسكرية الكاملة بما في ذلك الأقمار الصناعية تعمل لصالح أوكرانيا ضد روسيا ونفى الكريملين عقد أي مفاوضات في المستقبل القريب بين الرئيس بلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني غلاكسي دانيلوفي أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على بلاده وتوقع أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أن يبدأ الهجوم الجديد في غضون ثلاثة أسابيع مشيرا إلى أن المعارك الأصعبة لم تأتي بعد وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بتحديد مسار العمليات العسكرية منوها إلى أن الجيش الأوكراني يستعد لجميع الاحتمالات وحث دانيلوفي الحلفاء الغربيين على إرسال المزيد من الأسلحة بما في ذلك طائرة سلاح الجو الملكي تايفون من المملكة المتحدة وطائرة مقاتلة من شركاء آخرين بحث وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف مع نظره الفرنسي سيباستيان لكونو احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية وأوضح ريزينكوف عقب الاجتماع الذي عقد في باريس أنه تم مناقشة احتياجات الجيش الأوكراني وتوفير العديد من الأسلحة والذخيرة للجيش الأوكراني وتدريب الجنود وتزويدهم بالوقود والمعدات من جانب أعلن وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده سترسل 12 مدفعا إضافيا من طراز سيزار إلى أوكرانيا هذا وجدد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كرسيتو التزام بلاده بطلبية طلبات أوكرانيا للحصول على أسلحة لتعزيز دفاعاتها ونقلت صحيفة فينانشل تايمز عن وزير الدفاع الإيطالي أن مساعدات بلاده لكييف ستشمل أسلحة دفاعا ضد الهجوم الصاروخي الروسي مشيرا إلى أن أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بالدفاعات الجوية سيتخذ بالاشتراك مع فرنسا وشدد وزير الدفاع الإيطالي على أن تلبية مطالب كييف العسكرية سيتم شريطة عدم تعامل دفاع بلاده للخطر هذا وأفادت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدة عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا موضحة أن المساعدة الأمريكية الجديدة لكييف ستشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى كانت الولايات المتحدة قد رفضت في وقت سابق تضمين المساعدة العسكرية مقاتلات F-16 لأوكرانيا برادلي، سترايكر، برامز، شالينجر، توغو كل تلك الأسلحة الأحدث في الغرب تقدم لأوكرانيا التي اعترف رئيسها بأن بلاده تواجه موقفا ميدانيا صعبا أمام القوات الروسية منذ أسابيع الحرب التي اقتربت منذ نحو عام آخذة في التصعيد خاصة مع الدعم الغربي المتواصل حيث أعلنت الولايات المتحدة عن آخر مساعداتها لأوكرانيا وهي حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا ومن المتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى وبهذه الشريحة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الحرب في أوكرانيا وذلك في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وبعد أسابيع من الجدل قالت ألمانيا والولايات المتحدة إنهما سترسلان إلى أوكرانيا عشرات الدبابات الحديثة للمساعدة في صد القوات الروسية مما يفسح الطريق أمام آخرين ليحذو حذوهما كما أعطت بولندا دفعة أخرى لأوكرانيا بوعدها بإرسال ستين دبابة بالإضافة إلى أربعة عشر دبابة ليبردتوا ألمانية الصنعة تعهدت بها بالفعل من قبل إرسال الأسلحة الحديثة لأوكرانيا خاصة الدبابات ربما سيؤدي إلى كسر أحد آخر المحظورات في الدعم الغربي لكييف والذي يتمثل في تزويد كييف بأسلحة هجومية وليست دفاعية الأمر الذي أدانته موسكو واعتبرته بأنه يطيل أمد الصراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعلنت تهيئة الأركان الأوكرانية استهداف عشرين منطقة تتمركز فيها القوات الروسية بضربات صاروخية ومدفعية ثقيلة وأضافت الهيئة أن السلاح الجو الأوكراني شن تسع ضربات على مواقع روسية وغارتين على أنظمة الصواريخ المضادة لطائراته بينما شنت القوات الروسية خمس غارات جوية وست هجمات صاروخية كما نفذوا أكثر من خمسة وستين هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أصفرت عن تضرور البنية التحتية المدنية في مناطق سومي وخاركيف وميكولايف وخيرسون أعلنت إدارة إقليم خيرسون شرق أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت الإقليم 42 مرة خلال 24 ساعة الماضية وأضحت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون أن القوات الروسية هجمت مناطق في الإقليم بالمدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقضائف الهاون مشيرة إلى أن منازل المدينة تضرر تجراء الضربات الروسية أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونساك بافلو كريلينكو أن الجيش الروسي قتل أربعة مدنيين في منطقة دونساك وفي سياق متصل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت خمسة مجتمعات حدودية بمنطقة سومي ما أسفر عن إصابة مدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر